الكبد الدهني يكون نسبة دهون داخل الكبد داخل خلايا الكبد بالنسبة عالية هذه حاجة تأثر على عمل خلايا الكبد وهذا يدي إتلاف للكبد وتمدلنا حالة تشمع الكبد وهذا حالة خاطرة لوفاة المريض يعني آخر ضراجة هي التشمع هي التشمع نعم حبي يقول الشحمة تدور على الكبد حتى نفهم الأمر ببساطة الشحمة تدخل داخل خلايا الكبد وتوح تأثر عليها لما نشاهد الصور مع الزمالة حتى نفهمه أكثر مع الدكتورة شافيقة مالك وتواصل الشرح ديالها تفضلي الكبد هوليك هنا تحت كبد سليم والفقه كبد دهني هنا راه يكين دهون ومسح كين الكبد هنا راه فيها حالة اتلاف تشوفوا أذك شغل تتالف تتالف هنا يا ألا بيكم بلي الكبد كان مصنع كبير كل حاجة اللي تصير في الجسم تأنا تمر عليه كي يكون فيه خلل يأثر على الجسم الكامل وهذا الدهون راه ما يخلوش الخلايا يعملوه يسي ويقاومو ويقاومو بعد يلحقوه هنا راه ينغل دهون هنا مازال ما كاش هنا مازال ما تتالف هنا المرحلة التانية في هذه المرحلة الخالية تتأثر وكي ما نقولو حدايا تتلف تترتق تمدن كيف شعرف الإنسان ربما هل فيه آلام كما نشوفه هنا السيدة وشايد بطنوه هل فيه آلام اللي تبان على الإنسان حتى يعرف بله ومصاب بكبده هنا كي ما قالت الصغط هو في المعال الأول خدش كين مراحل المرحلة الأولى وين ما كين حتى أعراض يكون واحد ما ما يفقش ما عندوش حتى مشكل يروح يدير إيكوغرافي قادش عندو سطر في كرشو ولا دما نصيبوه نشخصوه مارد نقولوه عندك دهون في الكابين هنا لازم ريجيم لازم تقص دهون لازم حركة ترتبان غير إيكوغرافي يعني كين ناس اللي موارفين يديروا دايما فحوصات دورية مثلا تحاليل تعدم يديروهم دوريا يديروا الكوليستيرول هل ارتفاع كوليستيرول يدل على وجودك بالدهني ولا معنا شي علاقة لا هنا يقولنا باللي كين دهون في الكابين كي يكون التحاليل تعد الكابين البلان إيباتيك هو اللي يكون فيه إيطلاف كينصيبوكوليستيرول طالح وبالخصوص للتريغليسيريد نقدروا نخموه بلي يكون فيها حالة هاد الكابين الدهوني هتشرحو يسهل باش هادك تريغليسيريد اللي زيت في الدم يروح يتخبى في الكابين هناك ينصيب تريغليسيريد كينصيب لهم ثلاثة أربعة هادك ما يتجاوزش لازم واحد فاصل خمسة أنا نقول لهذا كداب اللي نصيب له هادو حالة نخموه بلي كين استياتوز هاد الكابين الدهني كي يكون خلل اسمح لي بل كي يكون خلل في تحاليل تعد الكابين هنا ديجا راهي رانا في المرحلة الثانية مش مرحلة أولى المرحلة الأولى نشوفوها بركفليكوغافي يبنى بلي كي ما نقول احنا راهو مغلف الكابين صح ما زال ما أثرش على العمل تعد الكابين وظيفة الكابين كي نشوفو بلي التحاليل تعد الكابين تأثروا أنا في المرحلة الثانية أحب يقول أو بلد التهابات تعد الكばين وهذا الالتهاب تعد الكابين هذا لي حيأثر على العمل تعد الكابين وكي بدأوا يبرهو هادو كل خلايا الاهيم وكي بدأوا يبرهو يديرونا كي ما نقول احنا يوسيكاتخيس واحد كي يتنارح ولا يأثر قد أثر جيل موسيكاتخيس وش يدير هادellow كي يكونوا بزاف قيلوا بلي كم الكبد فيه هكذا دي سيكاتريس واشن يصالوا يتكمش يقولي تشمع كي بدا يتكمش يتسمعوا اللي فوق نصيبوا الخلايا نصيبوا هاد لا سيكاتريس هاد لا فيبغوز هنا رهي هتروح المرحلة الثالثة وهي مرحلة تشمع الكبد ولا لا سيغوز ايباتيك من واش يجينا هادا؟ أسباب أسباب كثيرة السبب الرئيسي هنا ما نهضرش على الكوحولة نهضروا على الكوحولة بزاف بكرين يقولوا لسيغوز الكوديك كانوا يربطوها بالالكول نظر هذه الصورة وضحنا أكثر المراحل تقدم الحالة نعم نعم المرحلة الأولى رنم من فوق اللي تماره وكبد مليح الثانية اللي قدمها رهي دهون اللي تحتا عندنا لا فيبغوز واشيكونا هاد لا سيكاتريس بداية تكمش الكابدة كنت شوفوا من من فوق بداية شوح بداية شوح بداية شوح بداية شوح ولمرحلة الأخيرة على سيغوز وين هنا يا يعني لأسف ما نقدرش نديروه طبيب هنا ما يقدرش يعالج المرض هنا وش يقول لي يقول لي يعالج التضاعفات يعالج المضاعفات يعالج المضاعفات الأسئلات الأسباب الأسباب قلنا الكحول باين بلي مش مليح للكابد بكي الحاجات اللي راوم دركاء خطش هاد المرض راهو منتشر كثير صح